اه طيب ازيكوا صحابي عاملين ايه انا احمد شيتو نهضا ان شاء الله هطلع اتكلم معكم ازاي نغار شكل الديسكو توب بتاعنا الشكل اللي انتم شفتوه في الصاب نيل ده ان شاء الله تبقى يعني الحلقة سريعة كده بس هحاول ما تجريش فيها حاجة وتشوف الخطوات كلها خطوة وخطوة وراية ويعني لو في الاخر يعني وصلت كده وديناك تحلو بالنسبة لك فما تبخلش عليا بالدهن معناه لو عبارة على اللايك كومنت جميع زيك كده اشراك في القناة لو انت مش مشتركوا فاعل زور الجرس عشان اي فيديو نزلو جديد جلالك باشعار بذول لاغي كتير يلا بينا عشر حيشاك اه طب يا جماعة طبعا بعد الانترو كالعادة نخش عطوه في موضوع الحلقة طيب بصوا يا شباب انا هسيب لكم لينك في صندوق الوصف او في اول كومنتو مسبت عم تنبقى في صندوق الوصف يعني اللينك ده يعني لينك مباشر عطوه على هنلاقي هنا في ملف مساحته واحد وتمانين ميجا بايت وشوية طبعا هو اسمه لما هتنزله هنزل معاك ملف مضغوط كده يعني هتفك دغته عادي جدا هيتطلع معنا الفولدر ده نفتح الفولدر كده بس نكبر الايكونات هنا هيتطلع معنا هنا كده تلات ملفات او مضغوطين يعني وفي هنا صورة او سيب دي دلوقتي هنيجي على الملف اللي هو في دابل وحداشر ده اول نص حداشر كليك المين عليه وهنقول له هنا كده يعني قول له اوكي هيتطلع معنا الفولدر ده دغب الكليك يعني خش عليه برضو كده نكبر الايكونات بصوا يا شباب هتيجوا على اللي هي دي دوت اي اكسي اي دغب الكليك عليها كده لو خبنا هنلاقي الشرط اللي بتاعت حده كده ده راح خلاص هو تقول له هنا كده اللي هو الصلاحية بتاعته اللي هو عايزة نزل بس كده من فوق نزل تحت هنا هو طبعا في حاجتين عليها علامة استفهام دي ساك منها اقول له هنا كل اللي عليها علامة استفهام ده شيلوا ما تشغلش بالك بيه كل الكلام اللي عليه علامة استفهام ده تمام كده يا شباب هنا بقى معنا المنظر ده هنا نيجي بعد كده هنا كده يا شباب نعمل وقول له هنا كده ده عشان هنا ده ما يظهرش زي ما احنا شايفين كده بعد كده هنا كده وقول له هنا او اللي هو المظهر بتاع يعني طبعا انت لو نزلت هنا كده ركزوا معي هنا طبعا هنا لاننا يعني اللي هو النسخة البيضة يعني انا شغال الويندوز باللي هو الشكل الابيض. طبعا انت موكن بردوك تبقى النسخة اللي هي الدارك لو ضغطنا كده بصوا بقى شكل دارك وحتى الدقل تحت دي كمان بقى لونها اسمر بس انا هخليها على اللي هو الابيض يعني. فيه بعد كده هتنزل تحت هنا كمان حاجة مهم لازم تعملها. هتيجي على اللي هي اوتوماتيك ستارت داك وفيندر دي. هنخليها ليه سيرفيس. تمام كده يا شباب? هتيجي بعد كده على الجنرال هنا. بصوا في دي كده بص ما اتحرك فيها اتلاقي الشكل داخل دا كده بيكبر او يصغر. طبعا انت بقى ايه? يعني انت كبر فيها او صغر فيها على حسب الحجم اللي يكون عاجب عينك. انت شوف انت عايز الشكلة يبقى عامل ازاي. فانا ممكن مسلا بالنسبة لي هسيبها على الحجم ده ملاسب جدا بالنسبة لي. طبعا كل واحد بقى بمزاجه يعني. طبعا يا جماعة كل دي حاجات انت ممكن تلعب فيها وتغير فيها يعني هتلاقى بتأثر معك على الدك اللي تحت دي وبتغير فيها. في مسلا حاجات كما ممكن نشتغل فيها شوية ممكن انت لو جيت هنا على مسلا هنا مسلا بقولك لو انت في اي جهاز معاك انت عامل بينه وبين الجهاز هنا. ايه عن طريق بلوتوس مسلا فان هو يظهر لك فوق هنا مسلا. في الديت والطايم هنا اللي ناخد بالنا الطايم جاي اللي هو اربعة وعشرين. انت ممكن تغيره تخليه مسلا اللي هو اتناشر. وتعمل هنا برضو بتغير الشكل بتاعه انت عايزه مسلا اللي هو يعني اليوم الشهر السنة ولا لعايزه بعمل ازاي فби راحتك في هنا برضو انت ميمكن هنا تظهر ايكونة الميكروفون اه بص ك chegar شكل ميكروفون هنا جماعة في الموضوع يا جماعة يعني ايه انتم تلعبوا براحتكوا وتغيونوا براحتكوا كل حاجة هتظهر معاكم في الديس بله هنا برضو كنت ممكن تظهر حاجات في هنا مسلا في النوتوورك انت هنا ممكن برضوك تظهر ليها سورنا ايكون الليية دي يا جماعة لو ضغطنا عليها هنا بيجيب لك الشبكات اللي انت مسلا لو انت عندك واي فاي او حاجة اللي ظهرة عندك او اللي انت مرتبط بها يعني. برضوك نفسه على الفكرة برضوك بتاعة البلوتوث. هنا مسلا في المونوتور انت ممكن تقول له مسلا ازرر لي هنا. لو ضغطنا على هنا. هنا طبعا بيجيب لك كل الحاجات او البيانات عن السي بيو او البرامج دي واخدها يدئي من السي بيو وكده. ممكن برضو هنا بتاعة السي بيو وممكن بتاعة الجي بيو. فالفكرة كل ما هتعلم حاجة هتسمع معك فوق هنا. والشغل عليها فوين هنا الباتري مثلا لو انت عندك لابتوبة وحاجة هتلاقي برضو زهرت معاك. طيب دي كده كانت اهم الحاجات اللي موجودة في البرنامج ده او في التطبيق ده. هنقفله كده. هوريكو بقى دلوقتي لو انت مسلا عايز تسحب برنامج وتحطه هنا. او عايز تضيف اي برامج هنا. عادي جدا يا جماعة يعني دراج انت دروب زي بيقول. واني مسلا الفردنا لو عايزين نحط ده مسلا هنشده هنا كده ونرميه. وطبعا لو انت عايز تغير مكان ده او ترتيب الحاجات دي طبعا انت لو جيت اسحابه كده مش هتسحب معاك. ده ليه عشان احنا قفلينه. تيجي هنا كهتم كليك كلمين وهتشيل علامة صح من جنب كلمة دي هتلاقى بصه خلاص انا موكم اسحابه معايا واغير ترتيبه يعني. فاي برنامج بقى عندك تملوكم تضيفه هنا بالمنظر ده كده. طيب نيجي بقى للخطوة التانية. هتخش على اللي احنا حملناه برضو. وهنيجي هنا على اللي هي ويندوز اربعة وستين دي. كليك كلمين عليه وهنفك ضغطه برضو. هنقول له هنا كده اهو. هيطلع معنا الفولدر ده هنخش عليه هنا كده. ونخش على الفولدر ده هنا. نكبر بس الدنيا. وهنيجي على الوجت هنا كده. دابل كليك عليه. خدوا بالكم يا جماعة انا هنا البرنامج يشتغل معي على طول. انت ممكن. ممكن انتو بتعملوا الخطوة دي او انتو بتضغطوا على البرنامج ده عشان يجي يتشتغل معاكم. ممكن يطلب منكم انتو تحملوا برنامج وهيحوركوا كده على صفحة. هورها لكم. اللي هي الصفحة دي. فلو انت الويندوز بتاعك اربعة وستين فانت هتيجي هنا كده على الويندوز وهتنزل اللي هي اربعة وستين دي. ده برنامج كده يعني لازم يعني ايه مش كل الاجهزة. انا من يدرك منه متسطب عندي فهو ما طلبوش مني. انما انت ممكن ما يطلبوش منك لو ما تسطب عندك او ممكن يطلبه منك. فانت لو الويندوز بتاعك اربعة وستين هتنزل ده. ولو انت لو انت بتاعك اتنين و تلاتين هتنزل ده. وهتسطبه وبعد ما هتسطبه هتشغل البرنامج ده عادي هشتغل معاك. برضو هنا نفس الفكرة البرنامج هنا هو لو انت عايز تختاره بيه اللو الابيض او بيه الدارك. احنا اتفقنا خاصة نخليه على اللو اللايت او الابيض يعني. طيب هنيجي كده نخش هنا على اول خانة خاصة له جنرال ديت وهنيجي هنا تحت على وهنعمل لها ده كده عشان البرنامج يشتغل معنا اما يجي نفتح الجهاز بتاعنا. هو طبعا هنا في لغات بس الاسف ما فيش فيه اللغة العربية. المهم هنخش بعد كده هنا على ديت وهنختار هنا مسلا اول اه اول حاجة دي عشان يعني ايه الخط ده شكله اشك او احلى يعني فيه كده وراء بلور وكده ده يعني. وهتنزل هنا على دي وهتقفلها. وهتنزل بعد كده هنا على دي وبعد الانتر دي هنختار دي يعني ده الخط ده اشك او احلى يعني. هنيجي بعد كده بقى هنا هنحمل الوجت بتاعتنا. طيب هنيجي مسلا على وهنقف على هنا كده بعد كده هنشدها هنا كده. وهنيجي بعد كده هنا على مسلا ممكن نختار اي حاجة من الحاجات دي. انا مسلا هقول هختار اللي هي الرقمية دي مسلا وهجي اعملها هنا كده. طيب هنيجي مسلا بعدك على هنا مسلا ده اللي هو عشان يعني ايه محددة بتاعت او المعالج بتاع الكمبيوتر بتاعي. هنا مسلا النوتس ممكن احط النوتس او خليها هنا خلينا مسلا في النوتس. هنقف عليها بردوك كده. بعد كده هنشيلها ونحطها هنا. ونيجي على الوزر ونختار ايه في الوزر مسلا هات اول واحدة دي مسلا يا شباب. وهنجيب نقف عليها هنا كده. بعد كده هنشدها هنا كده. طيب هنقفل بعد كده خلاص. هنيجي بعد كده هنا على اللي كنا منزلوه قبل كده برضو. وهنيجي على دي عليها. ونقول له هنا ديسكو توب. طب يعني لها برضو هنا الشكل بتاعي او اللي هو دي بقى لونها ابيض على حسب طبعا اللي انت حطتها. طبعا الفكرة كلها بقى ان انت ايه تشوفها تنظمها ازاي? يعني انا مسلا هحط هنا دي كده. فرضا مسلا ودي كده. هات مسلا دي هنا كده. وهدي هنا كده. طبعا كل واحد بقى بمزاجه يا جماعة او بخياله يعني. ممكن ما حط بتاعة المعالج كده. وهنا دي نخلي مثلا. ودي نخليها كده. طبعا هنا بص هتعملو كليل كلمين وتقول له هنا 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 طبعا تختار المدينة بتاعتها. كل واحد باقي يكتب اللي هو عايزه. وعايز اقول لكم يا جماعة بيجيب المدن يعني انا اصلا من المحلة الكبرى وجاب لي المحلة الكبرى فعلا. حاوليكو توقيت كده هنا مسلا عود. هبص يا جماعة المحلة الكبرى. ايجبت. وطبعا هنا عايزة اللي هو بقى سلزية ولا في النهائد وكده يعني. وقول له هنا. هنا برضو دي احنا ممكن نشدها. بص يا جماعة الايكونات دي لو انت عايزين تتكبروها او تصغروها بالشكل اللي يظهر هنا ده كده. يعني بيقصوا ممكن نشدها كده. هتبقى مسلا كده. طبعا انت ممكن ترفعها مسلا كده. وتخليها ملاسبة. طبعا انت مش قانون انك تحط دي هنا كده بالزبط. انا بس ايه? هحطها هنا اللي طبعا عندي في الشمال هنا الايكونات والحاجات دي فانا عايز دي تبقى عندي على الليمية. طبعا هنا ده ده التاريخ وهنا الوقت طبعا وهنا بيجيب لك انت واخد من المعالج والكلام ده كله. وهنا لو انت عايز تعمل اي ملاحظات ده بكليك هنا كده مسلا. ممكن نقول له هنا اللي هو ما تنسوش اللايك مسلا اند كومنت. والسبسكريب طبعا اكيدا شباب يعني. فانت ممكن تحط عندك وتحط ملاحظات وكده يعني. هنيجي بقى الاخر خطوة ونخش برضوك على الفولدر بتاعنا اللي احنا حملناها. ادي هوت. وهنيجي على اخر حاجة. قوله هنا كده نفك دغطها برضوك. هنا هوت. قوله هنا كده اوكي. هيتطلع معنا اللي هو الفولدر ده ده جماع عشان يخلي اما تجد بتحقيق فولدر يبقى الموضوع في بلور كده. هوريكو زي دلوقت هتخش هوت وهنكبر بس الدنيا هنا كده. وهتيجي هنا على اللي هي دي. دابل كليك عليها. قوله هنا كده اوكي. هتلاقي كده بيعمل لي اللي هو بتاعك يعني. هنيجي برضوك على الدك بتاعنا هنا تاني كده. ونقوله كليك مين. قوله هنا كده. وهنا طبعا دي خلاص اقفالها. الفكرة كلها جماعة ان هنا بس عشان اجي افتح فولدر بصوا كده. هتلاقوا الفولدر خلاص بقى في بنور كده. خلفية بص لو تلاحظوا بقى يعني بقى تبينة او واضحة ورانة. بس في مشكلة في الموضوع ده احنا هنا لو جئنا دخلنا مسلا على ممكن تلاقي عندك ان الحاجات دي اللي هو يعني مسلا اسامي اللي هي بالاصمر دي ممكن تلاقيها بالابيض. فنحل الموضوع ده ازاي ايفل ده هنا كده. وهنخش على اللي احنا كنا فيه. اهوت وهتيجي على تاني وهتيجي هنا على وهتيجي على دي ده بكليك عليها كده. هيفتح لك دي هنا. انت عندك هنا بصوا شباب يعني شايفين اللي هو حرف الاي والحرف الاي ده. غالبا هبقى عندك هنا متين وعندك هنا متين. ايا كان خليه في الاتنين مية وعشرين مثلا مية خمسة وعشرين هنخلي مية وعشرين. هنا كده بالظبط. فانت سواع عندك اين كان الاركام اللي ظهر عندك. خليه هنا في الاي دي مية وعشرين وتحت هنا في الاي مية وعشرين. بعد كده وهتقول له هنا كده وقف الدي كده معا. وهتلاقي خلاص الدنيا مظبوطة معاك وشغالة معاك تمام. ونشوف كده الشكل النهائي لديس كتوب. صراحة جماعة شكل جميل جدا حاجة تحس بالفخامة او يعني انت شغال كده على اجهزة الماك وكده يعني. فبس شباب داخل شرح النهاردة او موضوع النهاردة. كالعادة اللي اعجبتك الحلقة ما تبخلش على بلايك كومنت جميل زي كده. اشترك في القناة مش مشتكفى على زر الجرس. ولنزل قدامكم حالا دي دي قناة التليجرام. انا بنزل هناك حاجات مبعرفش نزل هنا على اليوتيوب. اتمنى طبعا انتم نضموا ليها. انا سيب لكم لينك لقناة التليجرام دي في صندوق الوصف. اتمنى طبعا انتم نضموا للقناة. وبس كده يا شباب.